دايما أنا أقول لك إيه على الإيكونومست؟ أقول لك إن الإيكونومست دي هي أكبر مجلة ومطبوعة اقتصادية في العالم والإيكونومست ما بتجملش حد وما بتسميش على حد خالص ما بيهمهمش حاجة دي ناس ماشية كده إيه؟ إيه وعوسع وسع على رأي حمد سعر بص الإيكونومست كانت بتقول إيه؟ بتقول تحديدا على ما هنخلي بالك لما باجي بتكلم على حماية اجتماعية يبقى لازم يبقى مشمول فيها الصحة فهنا هيتكلموا على فيروس سي فيروس سي مصر كان فيها وده كلام الإيكونومست 6% من المصريين عندهم فيروس سي لو افترضنا إن إحنا كنا في الوقت ده مثلا 90 مليون يعني أنت بتتكلم على 5.5 مليون بني آدم عندهم فيروس سي ولأنه مفيش حاجة بتتعمل فالعدد قبل للزيادة والعدوى تنتشر لقدر الله لكن اتعاملت المبادرة بتاعت علاج فيروس سي بحيث أن مصر تبقى قدر الإمكان خالية من فيروس سي الإيكونومست كان بيكلموا على الوضع اللي في مصر بشكل إنه الوضع مظلم شوف هم قالوا علينا إيه في 22 قالوا مصر قدمت دروس للبلدان المختلفة ما قالش مثلا إيه؟ لبلدان العالم الثالث للبلدان المتأخرة قصت لك البلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الفيروس أو التهاب الكبدي الوبائي وعلاجها لفيروس سي ونفزوا برنامج فحص وعلاج وطني لأكبر عدد من السكان وخلال فترة وجيزة إنت عارف ليه بلد تقرر تعمل ده؟ مش بس بلد مهتمة بصحة المواطن هي بلد عايزك تبقى صحتك كويسة عشان إنت تقدر تشتغل وتاكل لقمة عيش بالحلال بعرق جبينك بكرامة بعزة نفس شوف مثلا تقرير التنمية البشرية عن السكن اللائق أو السكن غير اللائق وإحنا زمان كان عندنا نسبة لبأس بيها من المصريين عايشين فيما نطلق عليه عشوائيات خطرة أو عشوائيات غير مخطط لهم في الحالتين العشوائيات الخطرة دي كانت مسألة بائسة أو كان وضع هو البؤس بعينه يعني لو فيكتور إيجو كان عايش وحب يكتب البؤساء كان هيكتبها علينا على العشوائيات الخطرة بالتحديد والله العظيم وضع كان بائس ما يعرفوش غير اللي شافه وشاف الناس مش بالضرورة حتى يكون عايش اللي نزل وزار وشاف واتطلع على حياة الناس عارف بص هو لا فيه مياه نظيفة ولا فيه كهربا بجد وكانت الناس لأخذك كهربا من عمود النور ومن الأرض والكبل وعين زغيرة تسعق بالكهربا ما فيش صرف صحي الشمس ما بتخشش بقولك إيه؟ الوضع كان وحش قوي شوف هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا زادت أعداد قاتني العشوائيات بصورة كبيرة وده اللي ولد سلوك خطير لغياب الحد الأدنى ده كلام الناس الأجانب غياب ده ده كلام بتاع تقرير التنمية البشرية للسكن غير اللائق السكن اللائق قصدي والقضاء العشوائيات قالك لغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والانضباط وده اللي كان بيؤدي لانتشار المخدرات وغيرها من الجرائب ده كلام الناس بتاعك بالنبرة ده كلام المؤسسات الدولية على العشوائيات اللي عندنا السكن غير اللائق بالأي حال من الأحوال ساكن لا يعليق ببني آدم بص قالوا علينا ايه في 22 قالوا ان مصر عملت جهد كبير في تعزيز الحق في الساكن للنائق عشان ليلي يقولك هو كل شوية وتقولوا ان احنا بنبني عمرات وبنعمل ساكن وبنعمل اه طبعا هو المصريين يعيشوا في عشش صفيح وتعريش خشب المصريين اللي بنوا العالم اللي علموا الناس يعني ايه حضارة فيجي يقولك ايه ان القضية دي حظيت بدعم سياسي كبير لو تتذكر في سنة 22 وتحديدا في شهر اكتوبر فخامة الرئيس شرفنا بمكالمة تليفون في البرنامج ده فانا سألته طوله يا فاندم ليه اول مشروع سيادتك اشتغلت عليه كان مشروع العشواءات الخطرة وكان رد فخامة الرئيس لانه ده حق المصريين على دولته حق المصريين ما يعيشوش بالشكل ده شوف هنا الجماعة الاجانب يقولك ايه اهو يو ان دي بي مصبع بيقولك ايه بيقولك حظيت بدعم سياسي كبير قدى لتطوير عدد من المناطق العشوائية اطلق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة منخفضت الدخل ده الكلام بتاع الأجانب العمل بتاعت الإخوان يقولك ده بيبنوا للأغناء لا هو حاجة اللي تبنى إسكان اجتماعي متوسط يكاد يكون أضعاف لا هو أكيد أضعاف بالصراحة مش يكاد هو أضعاف اللي تبنى بتاع إسكان فيخة بالمناسبة إسكان فيخة ده كان بيبنيه قطاع خاص حاجات كنت بمشاركة الدولة وحاجات القطاع الخاص لوحده لكن الدولة شلت على كتفها إيه طبقة المتوسطة والناس اللي على قد الحال طيب تعالى نشوف على سبيل المثال منظمة الصحة العالمية والرعاية الصحية الشاملة هم شافوا فيها إيه الرعاية الصحية الشاملة ما أنا قلت لك مظلة حماية اجتماعية لازم يبقى فيها الصحة طالما اتكلمنا عن الصحة لازم يكون فيها فيروس سي تعالى نشوف هنا بقى كلامهم على العلاق في مستشفيات الدولة فقال لك زمان في البداية خالص قال لك يا جماعة نظام الرعاية الصحية في مصر معقد للغاية منظومة التأمين الصحي لا تغطي أعداد كبيرة من المواطنين المستشفيات الحكومية تواجه عرقيل بسبب الطلب الهائل لأن الناس على قد حالها يعني والإدارة غير الفعالة وفشل في مواكبة التكاليف المتزيدة وإقدارة الموارد قالوا ما لم يقوله مالك في الخبر يعني قالوا كده قالوا الحقيقة مجردة قالوا لك هتديك الحقيقة في وشك اهيه كنا تعالى نشوف في 22 وصلنا لفين من نفس ذات المنظمة منظمة الصحة العالمية قالوا علينا ايه قانون التأمين الصحي الشامل خطوة رئيسية للأمام نثق في نجاحها ندعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحقيق حلم الصحة للجميع هيمتد تطبيق التأمين الصحي من 58% من المصريين لكل المصريين أو إلى كل المواطنين دي أو ده اللي شايفها منظمة الصحة العالمية